السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طلب الصفاء الثاني الاعدادة نجمع النهاردة في الفيديو دوت تجمعات للبراجرافات على يونتين وإليفن وتولف بإذن الله حسب مساحة الفيديو بحيث ان اصحاب البقات برضو يعرفوا يتفرجوا عليه طيب بسم الله وظيفة عالم الاثار هي وظيفة مهمة بيعمل في الأماكن القديمة بيبحثوا زي الأواني زي الأشياء اللي بيكتشفوها وبيجدوها بتروح للمتحف حيثو الناس يقدرون يشوفوها وي از ستيلز احنا كطلاب يجب ان احنا نحترم وظيفة تعالم الاثار تشجع الناس الحكومة يجب انها تشجع الناس يعرفوا معنا هذه الوظيفة تسمى باختصار نضعف من جهودنا يبحث عن الكسير من المباني من الماضي ده البراكراف الاول تعال نشوف مع بعض معنا براكراف ايه التاني براكراف التاني برضو على يون التاني بيكلم على العيادة الطبية المتنقلة هي طبعا مهمة ده المقدمة اللي احنا متعودين نحفظها مع بعض ونقولها في كل طيب هي العيادة ديت بتكون في عربة مغلقة بعض الناس اللي بتعيش في القرى far away بعيدا عن from a doctor or a hospital عن الاطباء او المستشفيات they visit the village twice a month والعربة دي بتزور القرية مرتين في الشهر they examine people بتفحص الناس and give them medicine بتعطيهم الدواء if they are ill لو هم مرضى they haven't got the equipment to do big operations ما عندهمش الامكانية او الادوات انهم ما يعملوا عمليات كبيرة if the patient is very ill اذا المريض اتعبان جدا they call an ambulance بيستطعوا صائرات ازعاف to take them يأخذوها يأخذوهم to hospital للمستشفى they also visit schools ويزوروا ايضا المدارس and teach children ويعلموا القلاب او الاطفال about their health عن صحتهم we as students احنا كطلاب should respect طبعا دي المقاطع اللي احنا برضو خفزينها في كل براكراف نكتبها ليها we as students should نيجيب علينا ايه respect doctors نحترم الاطباء the government تقول حكومة should double the numbers ضعف من اعداد of the mobile health clinic من اعداد الاعداد الطبية المتنقلة to sum up باختصار should double our offer تسن ضعف من جهودنا to help the sick people للناس المرضى to get better ليصبحوا افضل ده البراجراف التاني معنا نشوف البراجراف التالت على unit eleven الوحدة الحداشر طبعا انا كتبالكوا كزا سؤال بييجي او زي موضوع التعبير بالعربي كزا موضوع بيتكلم عن حاجة واحدة هو ده برضو كده بالانجلش اه لو جال يقول لي getting ready for exams ازاي تستعد للامتحان how to achieve the best exam results ازاي تحقق نتائج كويسة في الامتحان how to do well in your exams ازاي تعمل كويس في الامتحان ways to make your revision interesting طرق عشان تخلي مراجعتك ممتعة كلهم ليهم اجابة واحدة بس حسب كل مقدمة من دول بابتق بيها البراجراف بتاعي هنا مسلا لو جاء قال لي getting ready for exams هقول له طب لو جاء قال لي to do well in your exam هقول له to make to achieve the best exam results هقول له واحدة حسبها هنا to do well in your exam هقول له to do well in my exam ways to make my revision interesting وهكذا خلاص عشان كده نحط تحتها خط عشان دي بتبقى حسب السؤال اللي جاي لك بعد كده هقول له is very important انه هو طبعا بيقى مهم جدا this is the fact وهذه حقيقة المقدمة اللي احنا حفزنها مع بعض we all agree كنا نتفق عليه to achieve the best exam results عشان نتائج كويسة في الامتحان we should eat healthy food لازم نحن ناكل اكل صحي because it is good انه جيد for the brain للمخ we shouldn't eat يجب ان لا نأكل too many sweets حلوات كتير we should eat nuts مقصرات or fruit وفاكها because they improve بتحسن our memory we should also drink a lot of water يجب انحن نشرب كثير من المية we should take a 10 minute عشر دقائق break راحة and do some exercise ونعمل بعد ايه التمارين الرياضية we should not stay up يجب ان احنا ما نمكسي too late متأخرا جدا night بالليل to remember new vocabulary عشان نتذكر الكلمات الجديدة we should write down نكتبها او نسجلها the new words الكلمات الجديدة on a piece of paper في ورقة قطعة من الورق look at the words بتنظر الكلمات for a few minutes لبضعة دقائق and try to memorize تتذكرهم memorize them but some sorry put some paper ضع بعض الورق over the words على الكلمات خبيهم يعني write them again وكتبهم correctly مرة اخرى بشكل صحيح try adding to that you should talk about what you have learned اللي انت تتكلم على ماذا تعلمتو او ماللي تعلمتو with a friend مع صديقك it can help us remember things ليه لان ده بيساعدنا على تذكر الاشياء as students احنا كطلاب shouldn't get too nervous يجب ان احنا ما نكونش عصبيين before an exam قبل الامتحان the government الحكومة should look after تعتني the health of the students بصحة الطلاب to sum up باختصار we should double our offer تسنضعف من جهودنا to achieve نحق the best exam result طبعا برضو المقدمة زي الخاتمة حسب ما هنكتب في المقدمة هنكتب في الخاتمة or طبعا or دي يعني حسب ما هي جاية لك لو هي جات لك to get ready for exam ستكتبها في الخاتمة وهكزا ده البراجراف اللي كان عليه الدور نشوف اللي بعده هنتكلم على براجرافات unit 12 زهوبي وده هيطبها الاخر واحد في الفيديوهات النهاردة زهوبي you like most الهواية اللي انت بتحبها او اكتر هواية انت بتحبها او هو هو نفس البراجراف اللي ما يقول لي اتكلم على اكرافت حرفة you like most انت بتحبها هنقول ايه لو قال لي اه اكرافت you like most حرفة انت بتحبها هنكتب to have a craft عشان تبقى اه تحصل على حرفة is very important اللي انت يبقى عندك حرفة ده حاجة مهمة هوم ايه اللي والمقدمة to have a hobby اللي انت يبقى عندك why you like بتحبها is very important حاجة مهمة ده الزفاك زه تقول اجري خلاص عرفنا لما تجيلي ايه المقدمة نهيه عكتب ايه ولما تجيلي نهيه عكتب ايه نيجي بقى ندخل في الموضوع is very famous all over the wallet النسيج المصري بيعتبر مشهور في كل العالم i like making carpets بحب اعمل من الصوب مفروشات مذكرافة من الصوب waving is how to make النسيج هو بيكون كيف انك تصنق how to make closes ملابس carpets سجاد tipsters مفروشات مصغرفة and other things واشياء اخرى waivers النسيج نفسه use streets خيوط in the bus وفي الماضي people waved كانوا بنسوق by human hands باستخدام الادة البشرية now they use modern technology بدأوا الوقت يستخدمهم تكنولوجيا حديثة والناس كثير بتفضل الاشياء اليدوية we as students احنا كطلاب should know about Egyptian waving لازم احنا نتعلم او نعرف عن النسيج المصري the government should make والحكومة يجب انها تعمل art center مركز فني for waving للنسيج to sum up باختصار we should double hour offer تصنعف من جهودنا to help the waiver النسيجين make closes يصنعوا ملابس carpet تسجات منسجات مفوشات مزخرفة and other things كده الباراجرافات معنا خلصت ما تنسوش لايك للفيديو دوت وتشوفوا كمان الشرح بتاع الوحدات في القناة بتاعتي الانجليزي اسهل مع ميستر رسامي والاشتراك فيها اللي لسه ما اشتركش وبالنسبة لصفحتي على الفيسبوك الانجليزي اسهل مع ميستر رسامي متابعة واعجاب بالصفحة تنسوش لايك للفيديو في امان الله موسيقى